والتعنيع والتسافر والتزاور وصلت الأرحام وهو كذلك صرور وشكر وبهجة فالناس يتبادل لتهاد تجد لها بالخير محملا وقال محمد بن سيدي رحمه الله إذا بدخذ عن أخيك شيء فلتمس له عضرا فإن لم تجد له عضرا فقل لعلته العضرا أما إذا دخل المهو في الظنون فإذا دخل المهو في قنون الواهية جهما وتخبلا مطولا فاسدة فإنه يضر بنفسه ضغرا عظيما ربما أعظم وأسوأ حالا لمن ناسك بعيدا بسوء موخف ما أو خطأ ما روى البخالي في الألغة طعام عبد الله بن مصروف رضي الله عن خان ما يضال المصروف منه يتظن الضنون والأوهام وهذه حال كثير من الناس إذا صلت منه أو كتبت نعقي خطأ لا يدني من فعله يبدأ بالضنون أعتقد أنه فلان فلإنه فلان نعم لقد رأيت فلانا في ذلك المكان ثم يدخل في تهم وغيبة ونميمة ويبني عليها عداوات وخطيئة وتناهر ولهذا فإن نظن صيء بالأخ المسلم في قوله أو فعله أو تصمع عنه شعارا للمجتمع المسلم وسببا للسعادته فما أحوج الأمة اليوم أفرادا وشعوبا فما أحوج الأمة اليوم أفرادا وشعوبا وهكاما ومحفولين إلى هذه الغوة في زمن كثرت فيه المشاكل وتنوأت فيه الخلافات لتقلق ورابط بكل مسلم مع إخواني وليسعى كل مسلم لجعلها صلوق عمليا في الحياة يرضى بها ربطة ليعفو بعضنا بعضا ليعفو بعضنا بعضا ولنتراحم ولنتعامل أجب الدين وإحقاف الحق ولنتذكر الأجر والثواب الذي أعطه الله للمجحافين وفي الحديث قال رسول الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يربطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمثلنهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا منهم قال هم قوم تحاقوا بروح الله ألا غير أرحال بينهم ولا عموال إخاط لها فوالله إن وجوهم لنور وإنهم لا نور لا يخاف لذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وآخرى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر الله أكبر لا إذا إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بأنفسهم وأن يحضر منك إلى الأعداء فإنهم لا يفسدون المجتمع إلا بنسائه فعليكم معدتها المؤمنات بالإتسام بالعقيدة بالعقيدة الصليمة والعبادة الصحية والحجاب الشافي والحياة ومراهاتهم في الأزواج وإلى الزوج عن إتيام السهرة وعن التفرج والاختلاف بالرجال والخير والقلبهن والاهتمام تائم في تربية الأولاد تربية إيمانية وسلوكية ثوية النقطة الأخيرة ضرورة احتمام المربين والمعالمين ضرورة احتمام المربين والمعلمين ممثلة بوبادة تربية بطلاب العلم ودعوة إلى اتحاد تابير الحازمة لمعالجة ظاهرة الجنوب والتخريب التي بدأت تنتشر في المدارس العامة كما نوجه الدعوة إلى أولياء أمر ثمر بالخيام واجبهم بالخيام واجبهم وشعور مسؤوليتهم في اتحاد تصرفات لاإنسانية كما نوجه دعوة خاصة إلى جميع المترشعين والحزب الحاكم والمعارضة إلى تحديم مصرحة الشعب على مصرحة النفس والأسرة والخبيرة والحزب وإلى دعم مبادئ الأمن والاستقرار وتقافل التعايش السلمي من العقل وشفافها كما ننحو جميع الناخبين إلى تقديم صراحة الأمانة والكفاء عند التصويت لأن هذا التصويت والمنصف أمانة ومصفولية كبيرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولي الحمد موكيني بسندي يلا برامي سبحانه وتعالى موكيني يلو أدمك موكيني جس . هل؟ إِنِّي بر أكبر يسقط أمني أنا أمني 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر